أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم درس اليوم هو الدرس الثالث عشر من المستوى الأول في اللغة الألمانية في الدرس السابق تعلمنا كيف نسأل عن الساعة كيف نسأل عن الوقت في اللغة الألمانية وفي هذا الدرس سوف نتعلم إن شاء الله الأفعال المنفصلة الأفعال المنفصلة وهي تسمى ترين باري فيابن ترين باري فيابن فلنبدأ توجد أفعال تسمى ترين باري فيابن ترين باري فيابن وهي أفعال منفصلة وتوجد أيضا أفعال متصلة يعني أون ترين باري فيابن أون ترين باري فيابن يعني لا نستطيع فصل هذه الأفعال ولكن في هذا الدرس سوف نتعلم الأفعال التي تنفصل يعني ترين باري فيابن أفعال منفصلة وفي دروس قادمة إن شاء الله سوف نتعلم الأفعال المتصلة لنعطي بعض الأمثلة على هذه الأفعال مثلا فعل أن روفا أن روفا يعني اتصال هاتفي وهنا كما تشاهدون هذا الفعل فيه حرف أن في البداية أن وثم روفا الفعل الأصلي هو روفا وروفا معناه ينادي ولكن عندما وضعنا حرف أن وهذا الحرف هو حرف جر وحرف نصب يعني حسب الجملة أحيانا يكون حرف نصب وأحيانا يكون حرف جر وهنا عندما وضعنا هذا الحرف أصبح معنى الكلمة اتصال هاتفي يعني كانت روفا لوحدها معناها ينادي ولكن أن روفا أصبحت يتصل أو اتصال هاتفي فكيف نتعامل مع هذه الأفعال في الجملة يعني كيف نتعامل الآن مع هذا الفعل عندما يكون في الجملة أن روفا فنعطي مثال إيش روفا ديش أن إيش روفا ديش أن يعني أنا أتصل بك طبعا اتصال هاتفي هنا كما تشاهدون فصلنا الفعل وبدأنا بروفا وفي نهاية الجملة جاء أن يعني صرفنا أول شيء الفعل روفا حسب الضمير وهو إيش فأقول إيش روفا وأن جاءت في نهاية الجملة فهكذا نتعامل مع هذه الأفعال إذا كانت جملة كهذه الجملة فأقول إيش روفا ديش أن إيش روفا ديش أن ولا أقول إيش أن روفا ديش طبعا خطأ إيش روفا ديش أن ولكن إذا جاء بالجملة مثلا فعل مساعد أو مدال ذياب مثل هذه الجملة إيش بيل ديش أن روفا إيش بيل ديش أن روفا يعني أريد أن أتصل بك فهنا يأتي الفعل كما هو وفي نهاية الجملة لأن في هذه الجملة يوجد فعل مساعد وهو ذل من فعل فولن مدال ذياب فولن وهي أفعال مساعدة تسمى فلذلك أقول هنا إيش بيل ديش أن روفا وإذا كان بالماضي فأقول هكذا إيش هاب ديش أن جروفا إيش هاب ديش أن جروفا يعني اتصلت بك في الماضي وهنا جاء الفعل طبعا آخر شيء في الجملة وطبعا صرفه حسب الماضي الخاص بهذا الفعل يعني هنا كما تشاهدون جاء بين أن وروفا وضعنا حرف جي اي فتوجد طبعا أفعال نضع فيها حرف جي اي وأفعال لا نضع بها جي اي فعل أفشتين أفشتين يعني النهوض يعني عندما ننهض من النوم فهنا كيف يكون هذا الفعل بالجملة إذا سألنا مثلا وان شتيستو اوف وان شتيستو اوف يعني متى تنهض فهنا كما تشاهدون قلنا شتيست وثم في النهاية اوف وان شتيست دو اوف طبعا صرفنا الفعل في البداية حسب الضمير دو فلذلك وضعنا استي من شتيستو اوف طبعا تصريف الأفعال أخذناها في حصص ماضية فهنا طبعا يجب أن نفصل الفعل وكما قلنا من قبل فإن النهاية تصبح في البداية والبداية في النهاية يعني الفعل هو اوف شتين فأصبح شتيست اوف وان شتيستو اوف متى تنهض ايش شتي اوم زيبن او اوف ايش شتي اوم زيبن او اوف انا انهض الساعة السابعة وهنا قلنا شتي وثم اوف في النهاية هذا اذا كان يعني بالمضارع وطبعا بدون فعل مساعد فاذا جاء فعل مساعد فيبقى الفعل كما هو يعني اقول مثلا ايش بل اوم زيبن او اوف شتين ايش بل اوم زيبن او اوف شتين اريد النهوض الساعة السابعة فهنا جاء الفعل كما هو كامل وجاء في النهاية لانه يوجد فعل مساعد وهو مودال ذيب من فعل فيأتي في المرتبة الثانية في الجملة والفعل الرئيسي يأتي في اخر الجملة هكذا هو ترتيب الجملة الرئيسة وطبعا اخذنا دروس عن الجملة الرئيسة في دروس سابق والذي لا يعرف هذه القاعدة فاليرجع الى الدروس الماضية واذا كان في الماضي هنا فأقول ايش بل اوم زيبن او اوف شتن ايش بل اوم زيبن او اوف شتن يعني انا نهط الساعة السابعة فهنا جاء الفعل في النهاية واضفنا اليه يعني بعد اوف وضعنا اوف وطبعا اختلف كليا من اوف شتين اصبح اوف قش تاندن طبعا يجب علينا حفظ تصاريف الافعال يعني كل فعل جديد نريد ان نحفظه يجب ان نحفظ هذا الفعل مع المضارع الماضي البسيط والماضي التام لنأتي بفعل اخر فعل او سكين او سكين معناها يخرج وهنا يعني هو المقصود به او على الاغلب يكون عندما نخرج مثلا للتنزه او نخرج للصهر فانا قول او سكين كمثال وان جسده اليوم او سكين وان جسده اليوم او سكين او سكين يعني متى سوف تخرج اليوم مساء فا قول مثلا او سكين 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 يعني انا اخرج الساعة الثامنة مساء 20 او قولنا هنا لان الالماني يستعملون نظام الاربعة وعشرين ساعة يعني الساعة الثامنة مساء وطبعا نفس الشيء قولنا جي وا او وابالماضي اقول ايش بن ام 20 او او جي گان ايش بن ام 20 او او جي گان وهنا كما تلاحظون قلت ايش بن فهذا الفعل بحاجة لفعل زين وليس فعل هابن يعني لا اقول ايش هاب هنا اقول ايش بن او او جي گان ايش بن او جي گان لان هذا فعل حركة وفي افعال حركة نستعمل فعل زين وليس هاب ايش بن او جي ايش بن او 20 او او جي گان فعل اخر مثلا فعل اين شتاigen اين شتاigen معنى الصعود وهو على الاغلب يستعمل عندما نصعد مثلا في السيارة او في القطار او في الباس الحافلة على سبيل المثال ايش ايش شتاige يعني نقول دير تسوك ولماذا قلنا هنا ان دين تسوك لان القطار ياخذ دير لماذا قلنا دين قلنا دين لانه جاء في مكان المفعول به المنصوب يعني اكوزاتيف ودير بالاكوزاتيف تصبح دين فنقول ان دين تسوك واذا استعملنا فعل مساعد فنقول هكذا ايش بل ان دين تسوك اين شتاigen ايش بل ان دين تسوك اين شتاigen اريد الصعود في القطار فجاء اين شتاigen في نهاية الجملة وبقي كما هو وبالماضي اقول ايش بل ان دين تسوك اين شتاigen ايش بن ان دين تسوك اين شتاigen يعني صعدت في القطار في الماضي فهنا اصبحت اين شتاigen من اين شتاigen اختلف يعني تماما فعل اوستاigen اوستاigen معناها نزول يعني عندما ننزل مثلا من السيارة من القطار من الباس كيف نستعمل هذا الفعل لنطي مثال ما فعل اومشتاigen اومشتاigen معناه تبديل يعني عندما نبدل مثلا القطار يعني نذهب الى مدينة ما وفي الطريق يعني نبدل القطار القطار يقف في محطة معينة فننزل من القطار ونركب بقطار ثاني فهذا يسمى اومشتاigen فاقول مثلا اومشتاigen هو تبديل لوسيلة النقل اومشتاigen او ممكن الناس سأل مثلا شخص ووشتاكستو اوم ووشتاكستو اوم يعني اين سوف تبدل فاقول اومشتاكستو اومشتاكستو فاعل فوربريتن فوربريتن يعني يحضر او يجهز مثلا مين فراو بريتت داس اسن فور مين فراو بريتت داس اسن فور يعني زوجتي تحضر الطعام فهنا قلنا بريتت وفي النهاية فور من فور بريتن اصبحت بريتت فور طبعا هنا قلنا بريتت لانها هي زي وهنا صرف الفعل حسب الضمير زي فاصبحت بريتت زي بريتت فور مين فراو بريتت داس اسن فور وبالماضي مين فراو هات داس اسن فور بريتت مين فراو هات داس اسن فور بريتت وهنا كما تشاهدون لم نضع حرف غ يعني حرف غ لا يأتي في جميع الأفعال فأصبحت من فور بريت فور بريتت وإذا جاء فعل مساعد فنقول مثلا كانت ستوداس اسن فور بريتن كانت ستوداس اسن فور بريتن يعني تستطيع تحضير الطعام فور بريتن بقيت فور بريتن وجاءت في آخر الجملة و كالتالي طبعا توجد أفعال كثيرة هذه كانت يعني بعض الأمثلة على الأفعال المنفصلة هذا كان درس اليوم في الدرس القادم سوف أشرح لكم إن شاء الله ضمائر الملكية وهي تسمى بوسيسيف برونومن بوسيسيف برونومن شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا